كيف للعراق اليوم أن ينأى بنفسه عما يجري في المنطقة؟ يعني الرئيس العراقي السابق برهم صالح أيضا خلال ملتقى السليمانية شدد على ضرورة الحيلولة دون انجرار البلاد نحو دوامة التصعيد هل يمكن للحكومة العراقية بالفعل والأحزاب السياسية في البلاد أن تحول دون انزلاق البلاد إلى دائرة الصراع القائم حاليا؟ يعني العراق يرفض أن تكون أولا أرض ساحة لتصفية الحسابات غير هذا العراق يرفض أن تكون أرض منطلق لضرب أو تنفيذ عمليات داخل دول الجوار فبالتالي العراق ينأى بنفسه عن كل ما يدور من حروب في المنطقة سواء في محيطنا العربية أو محيطنا الإقليمي غير هذا نأمل ونسعى أن يكون هناك استقرار في البلدان المحيطة سواء العربية أو الإقليمية لأنه لدينا مثل في العربية يقول إذا كان جارك بخير فأنت بقيل في خير فنسعى لاستقرار المنطقة وهذا المردود يعود إلى وضعنا الأمني اليوم لا نريد أن يظهر هنا أو هناك منغصات الاستقرار السياسي الذي نعيشه واستقرار السياسي الذي جرنا إلى استقرار أمني والاستقرار الأمني أخذنا إلى ثورة خدمات وانتفاضة في الخدمات فبالتالي لا نريد أن يجر العراق إلى مساحات أخرى قد تعكر صفه هذا الاستقرار اليوم نريد أن يتحول هذا الاستقرار إلى استقرار دائم يعني هذا الاستقرار الدائم ما رح ينطينا؟ رح ينطينا بأن العراق بعد أن عانى من طيلة السنوات السابقة في مرحلة فوران في مرحلة عدم استقرار في مرحلة اقتطال طائفي ومراحل مر بها العراق اليوم هذا الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي الذي نعيشه اليوم هو أنطاني الاستقرار الأمني والاستقرار الأمني أنطاني استقرار اقتصادي ونتطلع إلى استقرار اقتصادي أعلى من هذا المستوى الذي نعيشه اليوم نأمل أن يكون العراق أيضا ساحا للاستثمار نأمل أن يكون العراق سوقا لطرح البضاء وبالتالي هذه الحركة الدأوبة من أجل استقرار العراق والمنطقة وكرر كما قلت في بداية حديث قلنا بأنه إذا كان جارك بخير فأنت بألف خير إذا كان العراق مستقر فدول المحيط به مستقرة إذا كانت الدول المحيطة بنا مستقرة العراق مستقر فبالتالي هذه العملية التشاركية اشتركوا في القناة